الجملة في اللغة الانجليزية بتبدأ بالفاعل ثم الفعل ودرسنا في الفيديو السابق أنواع الفاعل فبالضرورة لازم ندرس أنواع الفعل عشان نقدر ان احنا نفهم الجملة في اللغة الانجليزية نقدر ان احنا نحكم قبضتنا على الجملة في اللغة الانجليزية ونقدر ان احنا نشكل فيها زي ما احنا عاوزين ونقدر نصيغ اي حاجة احنا عاوزين نقولها بمنتهى السهولة اهلا بكم في الحلقة السبعة وعشرين من شرح الكتاب التوحف العلمية يشرح اللغة الانجليزية. الفيديو ده مدخل هام جدا لفهم افعال اللغة الانجليزية. وفي الفيديو القادم ان شاء الله حنتناول جميع قواعد تصريف افعال اللغة الانجليزية. حنتناول المدخل ده في التمن نقاط الاتية. النقطة الاولى هي ان الفعل في اللغة الانجليزية ليه تلات تصريفات. وهي كالاتية. التصريف الاول وده بيعرف او المصدر وده بيستخدم في زمن المضارع البسيط والمستقبل البسيط والماضي البسيط وحنرمز الى ان شاء الله في الدروس القادمة عند شرح الازمنة بالرمز التصريف التاني ده بيستخدم في الماضي البسيط وحنرمز الى ان شاء الله عند شرح الازمنة بالرمز التصريف التالت وده بيعرف به وده بيستخدم في المضارع التام والماضي التام والمستقبل التام والأزمنة المبنية للمجهول وحنرمز إلي إن شاء الله عند شرح الأزمنة بالرمز V3 دي كده النقطة الأولى من المدخل النقطة الثانية هي إن التلات تصريفات السابقة V1, V2, V3 هي التصريفات الأساسية للفعل وإن أي تصريف للفعل بيشتق من المصدر اللي هو الفعل في التصريف الأول النقطة الثالثة هي إن أفعال اللغة الإنجليزية نوعاً أفعال منتظمة regular verbs وأفعال غير منتظمة irregular verbs الأفعال المنتظمة هي الأفعال التي ينتهي تصريفاها مثنى الثاني والثالث بED هي الأفعال التي يشتق تصريفاها الثاني والثالث بإضافة D أو ED أو IED للتصريف الأول من الفعل وفقاً للقواعد اللي إحنا هنتعلمها إن شاء الله في الفيديو القادم والأفعال غير منتظمة هي الأفعال التي لا ينتهي تصريفاها الثاني والثالث بED يعني الأفعال التي لا يشتق تصريفاها الثاني والثالث بإضافة D أو ED أو IED للتصريف الأول من الفعل بل تحفظ كما هي ملهاش قواعد للتصريف النقطة الرابعة هي إن في تصريف آخر من الفعل بيعرف بـ present participle وده بيشتق بإضافة ING للتصريف الأول من الفعل وحنرمز إليه إن شاء الله في الفيديوهات القادمة عند شرح الأزمنة B V I N G والتصريف ده بيستخدم في الأزمنة المستمرة اللي هي المدرع المستمر الماضي المستمر المستقبل المستمر المستقبل التام المستمر المدرع التام المستمر الماضي التام المستمر فكده إحنا عندنا أربع تصريفات للفعل في اللغة الإنجليزية تلاتة أساسيين اللي هما V1, V2, V3 وتصريف آخر رابع اللي هو present participle اللي هو V I N G كل تصريف من الأربع تصريفات دول بيستخدم في أزمنة مختلفة وده الهدف من وجود تصريفات مختلفة للفعل في اللغة الإنجليزية إن كل تصريف بيستخدم في أزمنة مختلفة وبيعبر عن حدث أو زمن مختلف النقطة الخامسة هي إن عند إضافة I N G للتصريف الأول من الفعل فإن المركب الناتج اللي هو V I زائد I N G بيبقى ليه اسمين أو بيمثل حاجتين أول حاجة present participle وتاني حاجة طيب الفرق ما بين والجرن طالما الاتنين عبارة عن V I Z I N G الفرق هو إن present participle ده صيغة الفعل المستخدمة في الأزمنة المستمرة المدرع المستمرة الماضي المستمرة إلخ 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 أما الجرن عبارة عن الإسم المشتق من الفعل نطبق الكلام ده مثلا على الفعل play لو حطينا I N G للفعل play حيبقى playing اللي هو المركب الناتج V I play زائد I N G حيبقى playing playing لو أنا حستخدمها كصيغة الفعل في الأزمنة المستمرة مدرع المستمرة الماضي المستمرة إلخ 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 حيبقى إيه present participle أما لو حستخدم playing كالاسم المشتق من يلعب play حيبقى playing اللعب النقطة دي حتتضح قدام إن شاء الله في الفيديوهات القادمة فما تشغلش بالك النقطة السادسة هي إن بعض الصفات مش كلها بعض الصفات يمكن اشتقاقها من التصريف الثالث للفعل يعني التصريف الثالث للفعل ممكن يبقى فعل وممكن يبقى صفة زي ايه؟ broken ذه تصريف الثالث من الفعل break يكسر ممكن broken يبقى فعل بمعنى كسرة وممكن يبقى صفة بمعنى مكسور مثلا broken window نافذة مكسورة وبالمثل lost ذه التصريف الثالث من الفعل lose يخسر أو يضيع أو يفقد ممكن lost يبقى فعل بمعنى خسرة أو فقدة أو ضيع وممكن يبقى صفة بمعنى مفقود او تائه او ضائع النقطة السابعة هي ان زي ما قلنا ان مش كل الصفات يمكن اشتققها من التصريف الثالث للفعل في صفات لا تشتق من التصريف الثالث للفعل زي ايه؟ الفعل داي يعني يموت التصريف الثالث منه دايد ماتا لكن ميت مش دايد داد والفعل يعيش ليف التصريف الثالث منه ليفد عاشا لكن حي او على قيد الحياة مش ليفد ولكن لايف النقطة الثامنة والاخيرة هي ان تصريف الافعال في اللغة الانجليزية المقصود بي حكتين او يشمل حكتين الحاجة الاولى اخذ التصريفين التاني والتالت من التصريف الاول والحاجة التانية تحويل التصريف الاول الى present participle و gerund فلما اقول لك تصرف الفعل تبقى انت فاهم يعني ايه تصريف الفعل وحتعمل ايه كان لابد من المدخل ده عشان تفهم افعال اللغة الانجليزية اي فعل منتظم بمنتهى السهولة بس كده بكده ينتهي الفيديو لا يزال للحديث بقية ولكن that's everything for this video واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنساش انك تعمل اشتركوا في القناة